السلام عليكم ومنطلوب بركاته. يوم رح كان وضوع مهم جدا وربما في بعض الاحيان بيكون خطير اللي هو البيانات او المعلومات المتعلقة فينا اه على الانترنت خاصة الاشخاص المقيمي في السويد او اللي عندهم برشن نمر في السويد فتقريبا كل شخص عنده برشن نمر بالسويد اه موجود عنه بيانات على الجوجل بيدر اي شخص انه يطلع عليها يعني بيدر في بعض المواقع بتطلع عنوانك اه ممكن بس انه شخص مجرد انه بحث عن كتب اسمك على الجوجل يطلع له عنوانك ورقون تليفونك وكتير بيانات عنك. اليوم رح اه علمكم كيف كيف اخفاء هذه المعلومات ازا بتحبه. طبعا اه اشهر مواقع هذي او اشهر المواقع اللي بتعطي بيانات عنك بالسويد هو الموقع الاسمه وهيتا دوت اس ايه مكما جايفين. اه طبعا هيتا دوت اس اي اه يعني هو موقع كمان كتير حلو بالمقابل ازا بدك تعرف عنوان صديق او شخص او شركي او رقم تليفون تصل فيه فممكن تلاقي تعرف مين هذا الشخص من خلال البحث بهذا المربع هون تكتب اسم الشخص او رقم التليفون او او اسم الشركي فممكن تلاقي عنوان عنوان المطلوب انتي بدك يا. اه لكن يوم اه رح نتعلم كيفية ازا بنا نخفل المعلومات الموجودة على هذا الموقع بيحس احنا ما بنا حدا يعرف عنا اه عنوان تبعي مثلا او رقم التليفون تبعي. فبيقدر الواحد يعدل المعلومات الموجودة على هذا الموقع او انه اه يحزفها بشكل كامل. اه طريقة الحزف طبعا قبل ما ندخل نحنا بنبحث على هيتا دوت اس اي على الجوجل فبيتلاعنا بهذا الشكل. فمننزل لها تحت نضع على كلمة كونتاكت اللي هي هون. كونتاكت. فراح نختار هون عندنا خيارات اه يوك ار ان بريفاة بشون يعني انا شخص عندي او يو ار اه كنت اه هتة اه هتة دوت اس اي. اه 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 مستخدم عند الموقع. اه او اه او اه فنحن غالبا نختار الملف الشخصي كمان هنا لنا ثلاث خيارات خيار الاول يوفيل اندرامينا وبيفتر ان هنا بدي يغير المعلومات التبعي مثل واحد بدي يغير رقم تليفونه وبدي يغير او بدي يحط اسم مختلف عن اسمه يعني بما يعني بدي يغير اسمه حط اسم تاني الخيار التاني اللي هو عند اشارة الضرب يوفيل تابورت انفرماخون اللي هو انا بدي احزف معلوماتي بشكل كامل الخيار التالتي هو ارين انا مفروقة انه عندي قضية تاني او سؤال تاني هلا بالنسبة للتعديل البيانات بنحط مثلا رقم التليفون او الاسم فرح يطلعنا البيانات تبعنا والعنوان وكل شيء وساعتا منحط على كلمة اندر او منغير المعلومات ومندخل عن طريق البنك ايدي ومنعطي الموافق انه نحنا بدنا نغير هذه المعلومات على منغط الرجول نحنا رح ندخل على اه يوفيل تاني انفرماخون اللي هو رح في المعلومات اه ففي عندنا كمانو الخيارين يوفيل اه دول يا بيس انفرماخون انه بدي اخفي معظم المعلومات او يوفيل تسينس بو هيت تدو تسيني يعني الخيار الاول ممكن انه يضل مثلا عنوانك موجود ازا حدا باحث عنك لكن في بعض المعلومات ممكن انت تخفية او ممكن بس تخلي اسمك اما الخيار التاني اللي هو هو يوفيل انت سينس بو هيت تدو تسيني يعني اي شخص رح يبحث عنك او رح كتب اسمك ما رح يلاقيك على هذا الموقع فكمان كله بصير عن طريق البنك اي دي مثلا دخلنا هون نكتب رح نكتب هون الاسم مثلا او رقم التليفون فانا مجرد تبست على الكلمة تابورت اللي تحت تحت اسمي وانوانا ورقم تليفوني فهلا الخطو الثاني رح يلعزم احط البرش والنمر بشان افتح البنك اي دي بحطو بفتح البنك اي دي بعطي موافقة هلا اعطينا الموافقة بعدين بنعطيه بكرفته هلا هون لازم نعطي سبب انه ليش احنا بنا نخفي المعلومات بنا نحظف مع بياناتنا ففي عدد اسباب اه اول سبب اعطينا بسبب خاص او من اركس رول كرافر اني نميتيت انه بسبب انه طبيعة عمل اللي تطلب هاد الشي او يوفيلها اه كنترول اوفر فات سوم فيزاس انه انه بدي انا اتحكم بالشغلات اللي بده اتظر عني او شي اخر انا نختال الخير الثالث اذا سبب المسال بعدين بعطيه ضن و بكمل فوتشيت فهون اعطاني انه بياناتك سيتم حسفة خلال عدة ساعات هلا بعطي بس الثاني اغلاق و خلاص هيك تكون حسفة البيانات طبعا متما قلت هذا الموقع مهم هو حلو لكن مرات بيكون مزعج مثل الوقت لانه بيزر كتير بياناته عنك وخصوصيات ممكن الشخص ما نحاب يعرفها يعني مثلا شغلك وعنوانك ورقم تليفونك وحتى البنك تبعك وكتير تفاصيل عندما تفتحوا ملفكم الحالة بتبين في يعني انت مجرد انك بحصت عن اسمك وفتحت البيانات تبعك فهي البيانات موجودة هي ظاهرة لكل شخص بيبحث عنك بنفس الاسم مهم انشارة تكونوا استفدتم من هذا الفيديو طبعا بحب اذكر انه كمان يعني ازالت الرقم تليفون احيانا ضروري ويحب يتخلص من الاتصالات المزعجة اللي ممكن تجينا سواء من شركات الكهرباء او من اي شركات تاني وحتى ممكن في بعض الاحيان انه بعض المحتالين يعني كمان ممكن يستفيدوا من هاي الناحية ويطستوا فيك حتى يحتالوا عليك بطريقة او باخرى فلذلك يعني انا برأي من المهم ان الواحد يخفل ما اكبر قدر ممكن من المعلومات او يتحكم بهذه المعلومات مثل ما رجعتكم هاي الطريقة ان شاء الله تكون استفدتم منها وشكرا للمتابعة وشكرا في فيديوهات تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة